نعم بالفعل قبل قليل أكد نادي الأسيرة الفلسطيني بأن حملة الاعتقالات منذ الليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم طالت 25 فلسطينيا بينهم أطفال تركزت في الخليل ونابلس وتول كرم وبيت لحم حيث داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار هذه البلدات والقرى في مناطق جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية اندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة واستهدافات بعبوات ناسفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال وكما أنه صادر عدد من المركبات خلال تنفيذ عمليات اكتحام في مناطق محيطة بمدينة نابس وهدم صباح هذا اليوم بعض من المنشآت السكنية والحيوانية في خربة الطويل إلى الشرق من بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابس لربما التطور اللافت هو الحديث عن ما وصف بأنه جريمة اغتيال في الثامن عشر من نوفمبر ينضم إلي سيد مضفر دوقان الناطق باسم هيئة شؤون الأسرة والمحررين فيما حصل باعتراف جيش الاحتلال بأن تسعة عشر سجانا قتلوا الأسير تاراب عصب من مدينة قلقلية كيف تتابعون هذا القرار؟ وأيضا تعليق وتعقيب وزير الأمن القوم الإسرائيلي تمار بن كفير أنه لن يكون هناك محاكمة لهؤلاء الذين مارسوا عملية القتل بداية نحي أبطالنا وأسرنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما يخص القرار الصهيوني لفتح محاكمة أو ملف تحقيقي في موضوع اغتيال الأسير ثائر أبو عصب الذي ارتقى شهيدا منذ شهر تقريبا بأعتقد هو قرار لذر الرماد بالعيون لأن قتل الأسرة والتنكيل بالأسرة هو بقرار من حكومة اليمين المتطرف ولكن إذا كان هناك تحقيق جاء فقط ليقول للعالم بأن هذا الكيان هو يلتزم باتفاقية دولية وتتعلق بحقوق الأسير الفلسطين أو بالمواطن الفلسطين والحقيقة هي ليست كذلك التنكيل والقمع والقتل مع سبق الإصرار والترصد بقرار صهيوني حاقد لذلك هناك غير الأسير الشهيد ثيار أبو عصب هناك خمس أسرة ارتقوا أيضا شهداء نتيجة القتل مع سبق الإصرار والترصد بقرار من حكومة اليمين المتطرف وأيضا منذ السابع من أكتوبر المجلس الأمني المصغر من خلال التشريع ومرروا قرار للكنسة الصهيوني أن تكون هناك حالة الطوارئ في كافة السجون لذلك حالة الطوارئ أعطت الضوء الأخضر لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن ينكل ويقتل الأسرة بتعليمات من حكومة اليمين المتطرف يمثلها بين يميني ترنياهو والوزير الفاشئ طمار بن غفير أشكرك جزيرة شكر أناطق باسم هيئة شؤون الأسرة والمحررين بطبيعة الحال هذه الخطوة بالفعل ينظر على أنها هي محاولة للالتفاف على كل عمليات القتل التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في سجون الاحتلال تحديدا ونحن نتحدث عن ستة أسرة شهداء منذ السابع من أكتوبر في صفوف الأسرة الفلسطينية بالإضافة إلى مزيد من عمليات الاعتقال القصرية والتنكيلية والانتقامية بحق الأسرة الفلسطينية خالد بدير شكرا جزيلا لك وشاهدينا هذه التغطية مستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستكملها معكم محمد المغربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر